قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفير بل كذبوا بالحق لنا السلام عليكم إخواني أخواتي ومرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس تعلم قواعد تجويد برواية ورشة النافعة في هذا الدرس إن شاء الله سنتعلم تجويد صورة الطارق وهي آخر صورة بالنسبة لي الحزب تسعة وخمسة أول شيء نقوله وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ولقد شرحتها في الدروس السابقة كيفية قراءتها بدون أخطاء وكذلك البسملة بسم الله الرحمن الرحيم لقد شرحتها كذلك إذن أمر مباشرة للقواعد التي تتضمن صورة الطارق والسماء والطارق ردين هنا والسماء تتضمن مد مشبع متصل ستة حركات وهنا والطارق هنا انتبال حرف الطاء لأنه من حروف الاستعلاء انتبهوا لمخرجه والطاء ولا أقول والتاء والطارق هنا الرأو مرققة والقاف إذا وقفت عليها أقف بقلقلة كبرى والطارق وهنا وما أدريك هنا مد مشبع منفصل ستة حركات الدال قلقلة صغرى الرأو هنا الإيمالة أو التقليل أدريك وهنا الطارق كذلك كما شرحت هنا النجمو النجمو هنا نون مشدد حركتان الجيم قلقلة صغرى الثاقب انتبال حرف الثاء لا أقول التاقب أو الطاقب وإنما الثاقب لا أنطقه كحرف الطاء ولا كحرف التاء وإنما هو حرف الثاء وهنا الماء أقف عليها بقلقلة كبرى الثاقب إن كل هنا نون يجب إخفاؤها لأن نون ساكن وأمامها حرف من حرف الإخفاء إن كل ولا أقول إن كل نفس اللما لدينا هنا هذه السين تحتها هنا كسرتان أي لدينا هنا تنوين وأمامها وحرف اللام إذن وحرف اللام الحروف إدغام بغير غنة أقول نفس اللما ولا أقول نفس اللما نفس اللما عليها حافظ حافظ ولا أقول حافظ حاء وليس حاء فليانظري فليانظري هنا نون يجب إخفاؤها والرأ هنا مرققة فليانظري في بالحرف الثاد لينسان هنا هذه النون يجب إخفاؤها وهنا غنة لا أقول لينسان لا أقول لينسان إنما لينسان كأنك ترقق تلك غنة فليانظري لينسان مما خلق مما هنا ميم مشدد حركتان بغنة الخاء الخاء يجب اتباه لمخرج حرف الخاء خو ولا أقول خ خولي واللام مرققة والقاف أقف عليها بقلقالة كبرى خوليقا هنا كذلك لام مرققة والقاف هنا والخاء من حروف الاستعلاء مفخمين دائما خوليقا ولا أقول خوليقا خوليقا مما إن هنا أمر مباشرة من الميم المكسورة إلى الميم المشددة مع غنة مقدارة وحركتان أي هنا لدينا إدغام بغنة مقدارة وحركتان مما وهنا مد المشبهة متصيصة حركات مما دافق وهنا لدينا إخفاء لدينا هنا تنوين تحت حرف تحت الهبزة وأمامه حرف الدال من حروف الإخفاء إذن أخفي تلك النون الزائدة لا أقول ماء دافق وإنما أقول ماء دافق والوقوف على حرف القاف هنا بالقلقلة الكبرى يخرج يخرج الرأو مفخمة والجيب يجب انتباه لمخرج حرف الجيب يخرج من بيني لدينا هنا الإقلاب تقلب النون الساكنة ميما مما ولا أقول من من بين الصلبي وهنا حركتان بغنى من بين الصلبي هنا اللام لا أقول صلبي إنما الصلبي وهنا الصاد لا أقول سو وإنما السو لأن تقول كحرف السين والتارا والتارا العديد ينتقون هذا التاء كحرف التاء يقولون والتارائب وإنما والتارا يجب انتباه إليها فهي صعبة في النطق لأن التاء وآمن مها الرأو مفخم التارا ولا أقول التارا والرأو هنا مد من مشبع متصيسة حركات ونوقف على حرف الباء هنا بالقلقلة الكبرى والترائب إنه نون المشدد حركتان وهنا مد الصلة الصغرى حركتان إنه على ولا أقول إنه على رجعيه رجعيه الرأو مفخمة والجيم قلقلة صغرى وهنا مد الصلة الصغرى حركتان رجعيه لقادر لقادر وهنا الرأو مرققة يوم تبلى يوم تبلى السراء يوم تبلى السرائر هنا الباء قلقلة صغرى ولا أقول تبلى إنما تبلى تبلس تبلس ولا أقول تبلى السرائر تبلس را سراء هنا الرأو مفخمة ولا أفخمسين أي ألتقه كحرف الصارت لا أقول سراء وإنما السراء سرائر وهنا مد المشمع متصل ست حركات وهذه الرأو الأخيرة هنا مرققة فما له فما له هنا مد مد الصلة الصغرى حركتان من قوة هنا هدي يجب إخفاؤها وهنا الذين تنوين بالكسر تحت حرف ت وأمامه هنا حرف الواو إذن الذين هنا إدغامون بغنى مقدار وحركتان أقول من قوة ولا ناصر من قوة ولا ناصر وهنا يجب أن تبعي الحرف النور لا أقول نا وإنما نا نا صي والصاد لا أقول سي وإنما الصي إنه صاد وليس حرف السين والرأو هنا مرققة ناصر والسماء هنا مد المشبع متصل ست حركات ذات الرجع هنا الجيم قلقلة صغرى والرأو هنا مفخمة والارضي والارضي هنا الرأو مفخمة ولا أقول ولا ردي وإنما ولا رضي ضاد لا أعطقك حرف الدال ذات الصاد ذات الصاد هنا أعطب لحرف الزال الصاد هنا من حرف الاستعلاء والدال قلقلة صغرى الصاد هنا وقف على حرف العين كأنه ساكن لا أقول الصاد وإنما الصاد إنه هنا كذلك المشددة حركتان ومد الصلة الصغرى حركتان هنا إنه لقول هنا تنوين بالضم وأمام محرف إخفاء أقول لقول فصل إنهم إنهم هنا كذلك المشددة حركتان إنهم يكيدون لدينا هنا ميم ساكنة وأمامها هنا حرف الياء ليس هنا حرف الباء ولا حرف الميم لكن هنا حرف الياء إذن لدينا هنا قاعدة أحكام ميم ساكنة وبالضبط الإظهار الشفاوي إنهم يكيدون ولا أقول إنهم يكيدون ولكن أقول إنهم يكيدون كيدا وهنا مد العوض أقف هنا بحركتان وأكيد كيدا وهنا كذلك مد العوض أقف هنا بحركتان كيدا ولا أقول كيدا فمهل الكافرين الكافرين هنا التقليل أو إيمال الصورة تحت حرف الكاف هنا والراء هنا مرققة فمهل الكافرين أمهلهم أمهلهم رويدا هناك ذلك أحكام الميم الساكنة الإظهار الشفاوي أمهلهم رويدا ولا أقول أمهلهم رويدا والراء مفخمة والوقف هنا بالألم بمد العوض حركتان رويدا ولا أقول رويدا ولا أنتقذ ذلك حرف الضاد لا أقول رويدا أو رويدا وإنما رويدا أطلب منكم الانتباه لأنني أحيانا أشرح وأقول مثلا هنا أحيانا أريد أن أقول كيدا هنا أقف بمد العوض لكن أقول مثلا مد عرض للسكون يعني تكون زلة لسان فقط يعني أريدكم أن تنتبهوا معي جيدا وإذا كانت زلة لسان فأطلب منكم أن تكتبوها لي في تعليق لكي أكتب أنا كذلك تعليق أصحح فيه الخطأ الذي ارتكبته وشكرا لكم إذن بهذا نكون قد أكملنا الحزب 59 ولله الحمد إذن أرتك لكم هذه الصورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 60- والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق 61- النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ 62- فلينظر الإنسان مما خلق 63- خلق مما إن دافق 64- يخرج من بين الصلب والترائب 65- إنه على رجعه لقادر 65- يوم تبل السرائر 66- فما له من قوته ولا ناصر 66- والسماء ذات الرجع وورد ذات الصدد 67- إنه لقول فصل وما هو بالهزب 67- إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا 67- فمهل الكافرين أمهلهم ويدا 68- وبهذا نكون قد أكملنا 69- أعلم تجويد سورة الطارق بنوية وشع النافع 69- ألقاكم في الدرس القادم 70- ومع صورة الجديدة 70- إن في خلق السماوات 71- ومع صورة الجديدة 71- ترجمة نانسي قنقر 71- ومع صورة الجديدة 72- لأنهم يقدموا ترجمة نانسي قنقر